احنا مازلنا في رمضان ورمضان السنة دي هو رمضان السلام وفي حلقات سلام بندور ازاي نعيش في سلام سلام في المعاملة مع الله وده كان في التلت الاولاني من رمضان وسلام في علاقتنا مع الناس وده اللي احنا فيه دلوقتي وسلام مع نفسنا هنبتديه في التلت الاخير في رمضان وبدأنا الرحلة في التلت الاول تلت الرحمة وتكلمنا عن العيش بالسلام في كنف رحمة الله سبحانه وتعالى لما نسلم من أوهمنا اللي بتفسد المعاملة مع الله وكان نيتنا وشعرنا في البقاء في حضرة مولانا سبحانه وتعالى ودخلنا في تلت المغفرة تلت سلام علاقتنا مع الناس وكان شعرنا في دخول الجنة اللي هي جنة الأولى اللي هي الجنة اللي ربنا سبحانه وتعالى فتحنا واللي فيها نعمة من نعمه العظيمة وهي نعمة العلاقات ولو سألناكم وده سؤال حقيقي وهو سؤال لازم كل واحد فينا يسأل نفسه ويشوف هو بيعيش مع السؤال ده ازاي ايه أكتر حاجة بنحتاجها في حياتنا بعد الأكل والشر على فكرة ده مش كلامنا احنا ده كلام الدراسات والأبحاث ولزيك النتيجة هتبقى النتيجة يكاد يكون عن تفق عليها كلنا أكتر حاجة يكاد نكون بنحتاجها زي ما بنحتاج للأكل والشرب هو الإحساس بالأمان فالإنسان محتاج يحس بالأمان أنا سمع تنهيدة من ناس كتيرة لما تكلمنا عن الإحساس بالأمان محتاج إحساس بالأمان في كل شيء أمان مدي اللي هو عشان يقدر يعيش إنه يكون في مكان آمن حتى الأمان في العلاقة مع الناس وبتتأس قيمة العلاقة بمقدار قد إيه بيحس معاها بالأمان أو الله يعني بيبقى أول تمومتر وأول ميزان بتتوزن بالعلاقة هو ميزان الأمان وأكتر شيء ممكن يهدم الإنسان هي المخاوف وأكتر سبب ممكن يهدد أي علاقة هو عدم التأمين واستخدام أي شكل من أشكال التخويف ولزيك النهاردة بنتكلم عن سلام التأمين أيوة سلام التأمين السلام اللي فيه الإنسان ممكن يحس أنه هو سكب عليه شهد الأمان فيرتاح ويسعد إحنا دلوقتي لو بصينا حوالينا نلاقي غالبا أنه ما فيش أسرة نعرفها إلا وحد من أفرادها بيعاني من اضطرابات الألأ منوبات العلا اللي وبالك أتاك فوفقا لمنظمة الصحة العالمية أن اضطرابات الألأ هي الأكتر شيوعا بين جميع الاضطرابات النفسية في العالم من وإحنا صغيرين بنسمع من اللي حوالينا عبارة من خاف سلم بس هل فعلا لما خوفنا وخلينا الناس تخاف عيشنا سلام عيشنا في أمان يعني فعلا اللي بيخاف بيسلم ولا اللي بيخاف بتتدمر حياته وبيفضل عيش في بيت أشباح لما الناس ترابوا على الخوف أصبح الواحد فينا كأنه منزوع من جواه معنى الحياة حياة بلا حياة حياة مفهاش المعنى الحقيقي للحياة فبقينا عايشين بدرجة هارب كل واحد فينا هارب هارب من حاجة اللي هربان من وجع السنين واللي هربان من تروما في حياته السابقة واللي هربان من مخاوف المستقبل هربانين